لما دخل عليه السلام السجن دخل معه السجن فتيان وهذا الفتيان رأى في يوسف عليه السلام صفات جميلة جدا جذبتهما إليه وأحدثت في نفسيهما طمأنينة من جهته لما رأى فيه من لطف وإحسان حتى إنهما بين يدي سؤاله أن يعبر لهم الرؤية التي رأياها قال له إنا نراك من المحسنين فهكذا كان وانتبه لهذه الكلمة إنا نراك من المحسنين عندما تقرأ قصة يوسف قيلت له مرتين قيلت له مرتين هذه المرة إنا نراك من المحسنين مرة الثانية أين لما جاء أخوته وهو أين هذه الآن وهو في السجن المرة الثانية أين كان؟ عندما كان في القصر قالوا له إنا نراك من المحسنين في السجن قالوا له إنا نراك من المحسنين وفي القصر أيضا قالوا له أننا نراك من المحسنين إذن التغيرات التي مر بها ما غيرت الإحسان تغيرات التي مر بها ما غيرت الإحسان سجية مهما كانت المتغيرات مهما كانت الأحوال التي يمر بها بعض الناس يعني بعض المواقف ينشط ويكون محسن وبعض المواقف يضعف يضعف ولا يخصص صدمات الشدائد يضعف جانب الإحسان فيه لكن يوسف هذه فائدة عظيمة يوسف عليه السلام مع كل هذه المتغيرات هو على هذا الوصف قيلت له في السجن وقيلت له وهو ملك في القصر إننا نراك من المحسنين فرأوا فيها لطفا فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأوير رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق ولهذا قالوا له إننا نراك من المحسنين هذا يستفاد منه فائدة حقيقة جدا مهمة في باب الدعوة أن الإحسان الذي يكون عليه الداعي واللطف الرفق حسن التعامل هو بحد ذاته هو باب الدعوة والمنفذ إلى قلوب الناس لقبول ما يدعو إليه ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك يوسف عليه السلام فسر الرؤية للرجلين لكن هل فسرها مباشرة الآن هم طمأننا إليه فطلب من تعبير الرؤية الذي يتوقع أن يقول إما لا أعرف التعبير أو يقول تعبير رؤياك أنت كذا أو تعبير رؤياك أنت كذا لكن الهاجس الذي عند يوسف والأمر الذي هو همته دائما أولا توحيد الله وغرس هذا التوحيد في النفوس ودعوة الناس إليه فاستغل مجيئهما إليه في هذه الحاجة مع الطمانينة إلى كلامه فاستوقفهما قليلا في درس في التوحيد وشرح لهم التوحيد شرحا من أبدع ما يكون ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول فرأى دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهم وأنفع لهما ولغيرهما كيف دعاهما إلى التوحيد أيضا هذا جانب عظيم جدا في قصة يوسف عليه السلام دعاهما إلى التوحيد بأمرين هم قالوا له إنا نراك من المحسنين قالوا إنا نراك من المحسنين فهذا وجده مدخل حتى ينفذ منه إلى أن يفهمهم التوحيد فأخذ يحدثهم عن نفسهم قالوا نراك من المحسنين فأخذ يحدثهم عن نفسه وإذا حدثهم عن نفسه وقد قالوا له قبل قليل إننا نراك من المحسنين سيستمعون أو لا يستمعون يستمعون لأن يرونه عظيم في هذا الباب فإذا حدثهم قليل عن نفسه سيستمعون فحدثهم عن نفسه لا لنفسه وإنما للدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا فرق بين من يتحدث عن نفسه لتعظيم نفسه ومن يتحدث عنها لتمكين دعوته فرق بين هذا وهذا مثلاً الآن لو شخص طالب علم في مجلس وناس ما يعرفون مثلاً مستواه العلمي وجدهم يخوضون في مسألة وقالهم يا إخوان هذه المسألة أحب أن أخبركم عن نفسي أنني قرأتها على فلان وقرأت فيها الكتاب الفلاني وقرأت فيها الكتاب الفلاني وحفظت كذا وحفظت يتحدث عن نفسه ليس لنفسي يتحدث وإنما يتحدث لماذا؟ من أجل أن يوجد في المخاطبين طمأنينة حتى يستفيدوا من العلم الذي عنده مثلها تماماً ما سيأتي لاحقاً قوله اجعلني على خزاء الأرض فإني حفيظ عليم هو لا يزكي نفسه لكن يريد أن يصل إلى أمر ينفع به عباد الله سبحانه وتعالى فهنا دعاهم إلى الله بأمرين الأمر الأول بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله ذلكما مما علمني ربي أنا عبد لله ولا أملك شيء ولولا منة الله علي لما كنت شيئاً ولا حصلت شيئاً لكن هذا فضل الله ذلكما مما علمني ربي إني هذا الآن الدخول في التوحيد إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرهم هذا الجانب الأول الجانب الثاني دخل فيهما صراحة في البيان والدعوة فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أن يكون الإنسان ممزق ومشتت قلبه ممزع مرة هنا ومرة هناك مرة يلجأ إلى هذا ومرة يلجأ إلى ذاك مما لا يملك أصلاً لنفسه نفعاً ولا عطان ولا منعاً هل هذا خير؟ أم أن يكون فزع الإنسان ولجوءه إلى الله الواحد القهار ثم بيّن لهم أن هذه الأشياء المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى كلها ما أنزل الله بها من سلطان ولا يقوم عليها حجة ولا برهان وإنما هي أسماء سماها هؤلاء يؤاباهم الآن هذه الأشياء التي يعبدونها ما هي في الحقيقة؟ هي في الحقيقة أحجار مثل تلك الأحجار الأخرى هي مثلها لا فرق بينها وبينها لكنها نقلت من مكانها وشوكلت على هيئة معينة وقيل هذا اسمه كذا وعبدوه فقط أسماء سميتموها وإلا هي أحجار مثل بقية الأحجار مثل الأحجار الأخرى التي ليس لها عندكم أي قيمة ولا أي وزن لكن أنتم هذا الحجر المعين وضعتوه على هيئة معينة وأطلقتم عليه اسماً معيناً واتختموه معبوداً ولهم في هذا غرائب مرة كان كان هذا يذكر في كتب الأخبار مرة كان مجموعة من المشركين في سفر ومعهم حجر ينقلونه معهم في كل مكان ينزلون فيه يعبدونه وما الذي ميز هذا الحجر الآن ليحملونه ويتنقلون به في الأماكن أم بقية الأحجار التي هي في كل مكان ما يعبدونها ولا يلجؤون إليها لكن هذا الحجر من الذي ميزه فالمهم في موضع من المواضع في الطريق ضاع الحجر هذا الحجر الذي يعبدونه فنادى بعضهم بعضاً قالوا يا قوم التمسوا ربكم فإنا فقدنا ضاع التمسوا ربكم فإنا فقدنا يقول فتفرقنا في الأمكان نبحث عنه الآن يبحثون عنه وأمامهم مليان الأرض مليئة بالأحجار لكن يبحثون عن ماذا عن هذا المحجر المعين الذي أطلق عليه اسم معين فقط هذا يوضح لك إن هي إلا أسماء سميتمها هذا هو شأن هذا الحجر فقط وإلا هو نظير تلك الأحجار يقول فتفرقنا نبحث عنه بينما نحن نبحث عنه وإذا بمناد ينادي يا قوم وجدنا ربكم أو شبهه من متأكد يقول وجدنا ربكم أو شبهه شبيه به ليس متأكداً منه فهذه الآن الكلمة هذه مهمة جداً ما أنزل الله بها من سلطان أزيدكم بياناً ما أنزل الله بها من سلطان هذه كلمة مهمة جداً في رد كل باطل في رد ماذا؟ كل باطل لأن الدين الدين الذي عند الناس الآن في الأرض لا يخرج عن أحد دينين إما دين نازل إما دين ماذا؟ نازل نازل من الله لأن الدين لله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فإما أن يكون دين نازل أو يكون دين ماذا؟ نابت في الأرض إما أن يكون دين نازل أو يكون دين نابت في الأرض فأي دين نبت في الأرض باطل أي دين نبت في الأرض ولد في الأرض نشأ في الأرض باطل لأن الدين لمن؟ الدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين مهما صنع الإنسان مهما أوتي من الحذك ما يقبل ما يقبل إلا دين نزل من الله ولهذا يقول لهم ما أنزل الله بها أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان فهذه الكلمة ما أنزل الله بها من سلطان هذه كلمة كافية وافية في رد كل باطل أثبت نزول سلطان بهذا من الله وإلا فهو باطل إن لم تثبت نزول سلطان به من الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله هو الذي يحكم هو الذي يأمر هو الذي ينع هو الذي يشرع إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعد هذا الشرح البين والإضاحة الواضح التوحيد وتفيمة لهم عبر الرؤية عبر بعد ذلك عليه السلام الرؤية للفتيين فقال عليه السلام قال عليه السلام لهما أما أحدكما فيسقي ربه خمرا هذا الآن الأول ليسقي ربه خمرا قال إني أراني أعصر خمرا فكانت تعبير ماذا مطابق تعبير مطابق للشيء الذي رأى فالرؤية تعبيرها وقوع ما رأى تعبيرها أن ما رأى هو الذي يقع إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إني أراني أعمل أعمل فوق رأسي خبزا تأكلă الطير منه قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر رؤياه ماذا كانت أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكلو الطير منه هذه رؤياه الشيء الذي رأاه في المناама قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يصلب يعني يقتل وعادة المقتول يدفن لكن هذا والشيخ يقول من دقة في التعبير والاستنباط من محتويات الرؤية أنه لا يدفن بعد القتل مباشرة بل يصلب ويبقى معلقا وتأتي الطير وتأكل من رأسه وتأكل من رأسه وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصير الدنيوي ما تقشعر منه الجلود